السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبذها باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى وسؤال من ريناد ريناد بتقول أنا حامل في الشهر التالت وعندما علمت بالحمل لم أذهب مباشرة إلى الطبيب ذهبت في نهاية الشهر التاني بمعنى لم أخذ أقراص حمض الفلك إلا بعد الذهاب للطبيب هل هناك أي ضر على الجنين وتكوينه سؤال جميل جدا وحمض الفلك يطلق على أقراص حمض الفلك كمان يعني في الدارك كده يقولك أقراص منع التشوات هي مش منع التشوات هي وقاية طيب خلينا نقول أول حاجة نطمن ريناد في ضرر على الجنين بإذن الله تعالى لا الله أم الله هو الحمض الفلك ده مش مهم يعني لا مهم جدا بس خلينا أقولكم إن حمض الفلك يفترض إن هو يبقى متوفر في جسم الإنسان رجل أمرأة لكن لكون الجنين بيحتاج هذا الحمض وهذا الفيتامين اللي هو بيتامين بي ناين بيتامين بي تسعة بيحتاجه كويس جدا أو بيحتاجه كتير جدا في موضوع تشكل الأنبوب العصبي والجهاز العصبي بتاعه في أول مراحل تكوينه فلذلك من باب الإحتياط بينصح أغلب الأطباء الحالات الحوامل بيأخذ حمض الفلك يوميا أرس ويوك أرس كل يوم والجرعة حوالي 400 أو 500 مايكرو جرام من حمض الفلك اللي هو أرس يعني ولو كنت حامل في توأم فبعض التوصيات بتقول أرسي طيب يعني هو موجود في جسمنا بس بيعطى للحامل عشان فيه سحب عليه فيه طلب عليه متزايد فيخشى فقط إنه يكون ناقص عند حضرتك ولكن مش بالضرورة مش بالضرورة لو واحدة ما عندهاش فقر دم ما عندهاش أنيميا صورة الدم تحليل صورة الدم الكامل بتاعها بيقول إن الدم بتاعها كويس جدا في الغالب هي كمان ماهاش في حاجة إلى هذا الأمر وبرضو لو خدته هو من باب الاحتياط طيب خدي المفاجأة دي في بعض الدراسيات وبعض الأراء الطبية الأصيلة رأى محترمة جدا بتقول إن أصلا حمض الفوليك الفوليك أسد اللي بيعطى للحوامل يفترض إنه المعادل حقيقي بتاعه مش في أول ثلاث شهور في الحمل الأفضل هو التخطيط قبل الحمل بثلاث شهور والفترة اللي هي قبل الحمل بثلاث شهور هي اللي بيتاخد فيها حمض الفوليك أرس واحد كل يوم ودراسات كتيرة قالت كده يعني اللي يفترض إن حمض الفوليك اللي استفادة بتاعته الحقيقية هي قبل الحمل مش مع بداية الحمل ومع ذلك بتعطى الحمل مع بداية الحمل أول ثلاث شهور كجرعة وقائية مش الزمية يعني لو أنت عرفت متأخر مش بالضرورة بنسبة كبيرة مش هيحصل حاجة إن شاء الله بنسبة كبيرة مش هيحصل حاجة وكمان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل حمض الفوليك ده في الطعام بتاعنا كله الخضروات فيها حمض الفوليك البقليات فيها حمض الفوليك ثواكه كتيرة جدا فيها حمض الفوليك لحوم فيها حمض الفوليك ففيه أكل كتير جدا تقريبا أكل ربنا سبحانه وتعالى في حمض الفوليك ولكن بنسبة تتفاوت يمكن مثلا ممكن نلاقيه في العدس عالي شوية ممكن يكون في حاجة أقل شوية ولكن فيه المجمل في حمض الفوليك طيب عايزين نتأكد أن حمض الفوليك اللي احنا نسيناه ما أسرش على الجنين بسيطة خلصنا أول 3 شهور في الحب ودخلنا الشهر الرابع بحلول الأسبوع الستاشر لحد الأسبوع الواحد وعشرين أو الاثنين وعشرين في الفترة دي نروح هنعمل سنار سلاسي الأبعاد أو رباعي الأبعاد السنار اللي هو الملون يعني ده هيكشف إذا كان هناك بعد الشر إن شاء الله ما يبقاش في أي حاجة أي حاجة حصلت في العمود الفقري عند الجنين في أي مشكلة ظهرت طيب ما ظهرتش يبقى حطه في بطنك بطيخة صيفي والطميني لم يحدث أي مكروه نتيجة نسيانك لحمض الفلك دلوقتي خلينا أقولكم على حاجة مهمة جدا داخل قناة رشدة هتلاقوا في مكتبة كبيرة جدا من الفيديوهات والمقاطع المرئية اللي اتكلمنا فيها عن صحة الحامل وصحة الجنين واتكلمنا كمان عن الأمهات الجدد وعن الأم المرضعة وعن الأطفال حديث الولادة واتكلمنا كمان عن الأطفال الرضع ومشاكلهم والحاجات اللي ممكن تواجه الأم الجديدة مع طفلها الرضيع ساعات كتير جدا بيبقى عندكم تساؤل أو بعض التساؤلات والاستفسارات ممكن يكون جاوبنا عليها قبل كده في فيديو سابق أو أكثر من فيديو دلوقتي الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لكم إزاي أعرف أن التساؤل بتاعي ده موجود إجابته داخل إحدى فيديوهات قناة رشدة خلينا أريكم إزاي نبحث عن معلومة ونلاقي إجابتها جوه قناة رشدة يلا بينا لو حضرتك بتستعمل تطبيق اليوتيوب فبمجرد ما نفتح التطبيق في فوق كده حاجة اسمها عدسة البحث بندوس على العدسة هتلاقي كلمة البحث في يوتيوب هنكتب كلمة الرشدة أول حاجة وبعد كده الحاجة اللي بتخطر على بنا وليكن مثلا الحمل في الشهر الخامس مثلا ونعمل بحث هنلاقي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن شهر الخامس وعن موضوع متعلقة بشهر الخامس أيضا ويمكن كمان تلاقوا موضوعات أخرى مشابهة حول الشهر الخامس وما قبله وما بعد لو حضراتك بتستعمل جهاز كمبيوتر وبتستعمل المتصفح الجوجل فبمجرد ما نكتب برضو قناة الرشدة في محرك البحث وهنكتب بعديها الحاجة اللي احنا عايزينا زي مثلا تسمم الحمل هندوس على البحث وبعد كده هنختار مش الكل هنختار الفيديو وهيزهر لنا الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن تسمم الحمل ويممكن كمان حضراتك تدخل موقع اليوتيوب عن طريق ديسك توب أو عن طريق جهاز الكمبيوتر وتكتب قناة الرشدة في محرك البحث اللي جوه موقع اليوتيوب وهنختار القناة نفسها وجوه القناة هنلاقي هنا حاجة اسمها بحث جوه قناة الرشدة هنكتب مثلا كلف الحمل جوه القناة وهنعمل بحث هنلاقي ان جوه القناة ظهرت لنا الموضوعات اللي بتتكلم عن كلف الحمل والموضوعات الاخرى اكون سعيد جدا وممنون لو شرفتونا بالاشتراك في القناة وكمان القو نظرة على الفيديو السابق اشوفكم على خير